تقدم ميداني وسيطرة نارية مطلقة على الموقف الميداني بفضل الضربات الزكية التي سددتها وحدات الجيش السوري وتجلت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على أحياء خي القدم والحجر الأسود واليرمو نحن جنوب العاصمة السورية تحديداً عمليات الجيش العربي السوري تتركز باتجاه القدم والحجر الأسود خلفنا تماماً منطقة اليارمو هناك مجموعات للجيش تتقدم باتجاه شارع الثلاثين لاقتحام حي اليارمو وقد بدأ خلال الساعات الماضية التراجع الواضح والانهيارات الملموسة بصفوف الإرهابيين على الأرض وضعف خطوط دفاعاتهم الأولى لتنتقل بعدها وحدات الجيش إلى استهداف عمق مقرات التنظيمات الإرهابية مما شكل صدمة ميدانية وعسكرية لها وفقدت قدرتها اللوجستية على تواصلها مع خلاياها المنتشرة أهم ما يمكن أن توصف به عمليات الجيش العربي السوري هي بالسرعة الخاطفة والتكتيك المتميز والزخم باتجاه معاقل المجموعات الإرهابية مراسل الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري